موسيقى 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 السلام عليكم ازيكم عاملين ايه يا رب اكونوا في خير النهاردة معانا فيديو جديد بمسلسة جديدة اتمنى ان شاء الله انه ويعجبكم الدراما اللي معانا النهاردة دراما طيلنطية بتحكي عن تشيرد وخان وما بيكونوا اختين شاقتين بتضطرهم الظروف الصعبة في اسرتهم ان هما يعتمدهم على بعض حياتهم كانت اسيا جدا وده بسبب ان والدهم كان اي فلوس عندهم بيصرفها على الحريم عشان كده حياة تشيرد واختها ووالدتها كانت عبارة عن جحيم بسبب والدهم كانت تشيرد دايما بتشوف والدها هو بيعامل والدتها باسوأ وكان دايما بيضربها وفي يوم من الايام تشيرد جالها فرصة ان هي تخرج من الحياة المأساوية دي بان هي تتجوز واحد اسمه دكتور روي جواز تقليدي من غير حب بتتجوزه وبتسافر معاه سويسرا وهناك بتقرر تشيرد ان هي تكمل تعليمها مع مرور الايام بتكتشف تشيرد شخصية زوجها الحقيقة ان هو شخصية شيطان وان هو غول صعب التعامل معاه بس للأسف مضطرة تستحمل لان هي مش قادرة تتخلص منه وتتطلق منه في يوم من الايام بتقابل طالب هناك بيدرس معاه في نفس المدينة اسمه لانا الاثنين بيحبوا بعض لما دكتور روي بيعرف بعلاقة زوجته تشيرد و لانا بيفرق ما بينهم بيجي في يوم لانا يضطر ان هو يرجع تايلند لانه خلص خلص دراسته فمضطر يرجع عشان يبدأ حياته لانا لما بيجي يرجع تايلند بيقول تشيرد ان هو هيستنها لما تتطلق وانه مش هيجوز حد غيرها بس لما بيرجع تايلند بيعمل عكس كده تماما لان لانا لما بيرجع تايلند بيقابل الممثلة المشهورة ياويود بتكون هي في نفس الوقت العروسة اللي والدته اخترتها له ياويود بتكون ابنة احد اصحاب الملايين الكبارة على المستوى الوضع وصراحة لانا مقدرش يرفض فرصة زي دي لان هو عنده طموحات سياسية فشاف ان والد ياويود هيكون العون والسند له في ان هو يحقق اهدافه واحلامه وفعلا بتتفق لانا وياويود على الجواند دكتور روي اللي هو زوج اتشيرد بيكتشف ان هو احد اقرباء ياويود فهم طبعا هيزموه على الفرح لما دعوة الفرح وصلت لدكتور روي كرر ان هو يطلق اتشيرد الاول وبعدان يبقى يروح يحضر الفرح اتشيرد لما عرفت ان لانا حيكوز واحدة تانية طبعا ده عمل لها انهيار ودمرها جدا في الوقت ده بيظهر شخص جديد وهو بوريت وبوريت ده بيكون صديق الطفولة لتشيرد بس كان سافر بره بيرجع مخصوص عشان يعتني بتشيرد بس هي ما بتعرفوش لان هو بتنكر في شخصية فتاة توصيله لخضروات لانا بعد ما بيتجوز ياويود ما بيبعدش عن تشيرد بيرجع يطردها تاني وبيقنعها ان هو مازال بيحبها طبعا ده عن طريق كلامه الحلولة اسناء مطاردات لانا لتشيرد كان مدير اعمال ياويود بيصور ده كله وفي يوم من الايام ورر الموضوع ده او الصور والفيديوهات دي لياويود الموضوع ده خلى ياويود تغضب جدا وكان عنده استعداد تعمل اي حاجة عشان ترجع لانا الحضنة تاني فهنا بيجي دور الشيطان بتاعنا دكتور روي بيقول لياويود ان والدة تشيرد بتعاني من قلبها في الوقت ده والدة تشيرد بتدخل المستشفى بأزمة قلبية فياويود بتهدد تشيرد ان هي ما بعدتش عن لانا هتوري الفيديوهات دي لوالدتها بس تشيرد بتترجعها ان هي ما تعملش كده لان والدتها ما هتستحملش كده وقالت لها ان هي هتبعد عن لانا وفعلا بتبعد عن لانا وبتيجي ياوي تطلب من لانا ان هم يعيشوا حياتهم طبيعيين كاي زوجين وكمان ينجبوا اطفال ولانا بيوافق على الكلام ده وفعلا ياويود بتكون حامل بس حاملها مهدد بالاجهار بتضطر ان هي تقعد في السرير ثلاث شوق في يوم اتشيرد بتتعرض للاعتداء بيتم الاعتداء عليها عن طريق الضرب وبيتم الكسر ايديها بس هي بتتأكد ان اللي ورد الموضوع ده سيكون ياويود هنا بقى بتبدأ الحرب ما بين شيرد وياويود على لانا حربهم دي بتأذي ناس كتير وهم اول ناس بيتأذن فيطرح الحرب دي حتنتيع علي ايه ده اللي هنعرفه ان شو الله لما نتابع المسلسل اتمنى الفيديو يكون عجبكم واشوفوا الشيكم على خير مع السلام